بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلا بك أخي أنشو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فهم كتابه العزيز اللهم آمين ومع تفسير سورة المطففين من قول الله سبحانه وتعالى من المستوى الثالث من سلسلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون محجوبون من حجب أي بعيدون عن رحمة الله صال الجحيم أن يعذبون في نار جهنم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم تقول لهم الملائكة هذا عذاب النار الذي كذبتم به إن كتاب الأبرار الأبرار جمع بر وهو الذي أطاع الله واجتنب المعاصي وكتاب الأبرار كتاب تكتب فيه تكتب فيه الملائكة أعمال الأبرار وأهل الخير والصالحين الليون مكان عال وما أدراك ما عليون يعني ما أعلمك ما عليون هذا استفهام للتعظيم مرقوهم أي مستور وأخذناها مع الفجار مستور لا يمحى ولا يمحي ولا يتغير يشهده المقربون أن ينظروا لي أصحاب الدرجات العالية في الجنة إن الأبرار في نعيم إن الصالحين يدخلون يوم القيامة في نعيم على الأرائك على السرور العالية ينظرون إلى نعيم الجنة نظرة النعيم أي حسن النعيم ونوره وأثره وإشراقه كالذي يبدو في وجوه أهل الترف والراحة يسكون من رحيق أي يشربون من شراب طيب لذيذ مختوم أي مغلق لم يشرب منه أحد قبلهم ختامه مسك آخره رائحة المسك الطيبة وفي ذلك وللفوز بهذا فليتنافس المتنافسون ليتسابق المتسابقون إلى الطاعة ومزاجه من تسنيم أي يخلط الرحيق بشراب من تسنيم وهو أفضل من الرحيق عين يشربها المقربون أي عين في الجنة يشرب منها المقربون المعنى والشرح وجزاء أولئك المعتدين الآثمين يوم القيامة أنهم سيكونون بعيدين عن رحمة الله وأنهم سيعذبون في نار جهنم ثم تقول لهم الملائكة هذا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا حقا إن أعمال الصالحين ستكتب فيه عليين وهو كتاب تكتب فيه الملائكة أعمال أهل الخير والصالحين وأصحاب الدرجات العالية وقد رفع الله في مكان عال وإن الصالحين يدخلون يوم القيامة الجنة ويجلسون على السرور العالية ينظرون إلى ما حولهم من نعيم الجنة وإذا نظرت إليهم ترى على وجوههم آثار النعيم من البهجة والإشراك والحسن ويشربون من شراب طيب لذيذ مغلق لم يشرب منه أحد قبلهم وفي آخره رائحة المسك الطيبة ويخلط الرحيق بشراب من تسنيم وهو عين في الجنة يشرب منها أصحاب الدرجات العالية ويجب على المؤمنين أن يتسابقوا في طاعة الله للفوز بهذا النعيم اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم والسلام عليكم ورحمة الله